ان شاء الله بعد مبارح اكيد ممكن انه دي حاج جدا يبقى ليه ضغط اكتر ويصمم اكتر بس يلفكرا ان خلاص يعني برضو يورجن كلاب في مقزك يا كريم فكرة انه اتقفى الباب القيد عنده وهو ما عندوش بديل لصلاح دي اكيد هيبقى ازمة انا حاسة انه عموما بيحصل دلوقتي عارف اللي هو ايه باكستيج كده زيه خلينا نقول اكيد فيه كلام اكيد فيه تكهنات اكيد فيه حديث كتير عن او حديث كتير جدا عن الفكرة دي حاجة كمان اللي هتبقى محور الحدوطة في الساعات اللي جاية هي قرار المدرب يورجن كلاب زي ما انا كنت بقول انه واضح جدا انه يورجن كلاب على المستوى الفني ما عندوش بديل لمحمد صلاح حتى مع تقلق داروي النونيز او لويز دياز او حتى الصفقات الجديدة زي ما كان كريم بيقول يمكن سوبوسلاي وماك آلستير كلها متوقفة على نسبة كبيرة جدا على وجود محمد صلاح داخل الملعب عشان كده يورجن كلاب يمكن رفض العرض مرة واثنين وكان ليه تصريحات كتير جدا في عدد كبير جدا من المؤتمرات الصحفية قبل الماتشات وبعد الماتشات بيتكلم انه فكرة ان صلاح مستمر معنا وانا على مستوى الشخصي يمكن اتوقع انه هيرفض للمرة التالتة الا بقى يعني اذا اصرت ادارة ليفر بول على بيع محمد صلاح لانه لو حصل ده هيبقى اعلى مقابل في فترة الانتقالات الحالية ويمكن كمان مش بس فترة المركات والحالي ولكن يكون العقد الاكبر في تاريخ كرة القدم يعني يمكن خلينا نتابع ونشوف القامل اللي جاي هيحصل ايه خاصة يمكن زي ما كان كريم بيقول يوم سبعة تحديدا خلاص بعد بعد بكرة هيتم غلق قيد يعني الانتقالات في الدوري السعودي فمش عارفين هل تحدث المفاجأة خلال 72 ساعة دول ولا خلاص يمكن تقفل باب فكرة انتقال صلاح ل الدوري السعودي وهيتبقى مع نادي ليفر بول زي ما كان بيؤكد يورجن كلاب كله وارد بصي مع العروض الخيالية دي يعني كله وارد بس طبعا واضح ان لسه في حالة من السبات الانفعالي عند محمد صلاح وعند صناع القرار في نادي ليفر بول وزي ما مريم بتقول لحضراتكم فعلا كلها ساعات قليلة جدا والموضوع يتحسم على الأقل فيما يتعلق به الموسم ده تحديدا مسألة انتقال صلاح للتحال جدا من عدمه